السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أسعد الله أوقاتكم أبنائي وبناتي بكل خير كيف حالكم اليوم؟ أتمنى أن تكونوا بأتم صحة وعافية معكم معلمتكم منال صالح الغريب معلمة للمرحلة الابتدائية لطلاب وطالبات الصف الخامس ابتدائي المبدعين معي في مادة لغتي للفصل الثالث فأهلا وسهلا بكم أبنائي وبناتي بداية علينا أن نتذكر قوانين التعلم عبر قنوات عين التعليمية أبنائي وبناتي علينا أولا أن نختار مكان مناسبا للتعلم يكون خاليا من الضجيد تكون لدي معرفة بجدولي وأوقات التعلم المباشر كما يجب علي أبنائي وبناتي أن أجهز الكتاب وأدوات التي أحتاجها الكتاب المدرسي الأنوان والأقلام جميع ما يلزمني قبل بداية الدرس أستمع إلى درسي بتركيز أتابع الدرس حتى انتهاء الوقت المخصص له نوجه رسالة إلى أولياء الأمور نطلب منكم التواجد أثناء فترة البث وذلك للتوجيه والإرشاد عنوان الدرس قراءة نص من ثلاث جمل قراءة جهرية المجال المستهدف هو المجال 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 المساند هي المهارات الاجتماعية بالإضافة إلى المهارات الحركية الدقيقة الهدف العام من الدرس أن يتعرف الطالب والطالبة على القراءة الجهرية عنوان الدرس قراءة نص من ثلاث جمل قراءة جهرية أهداف التدريسية الذي أسعى أنا وأنتم إلى تحقيقها بداية أن يذكر الطالب والطالبة ما هي القراءة الجهرية وبماذا تمتاز ثانيا أن يقرأ الطالب والطالبة كلمات مفردة ثالثا أن يرتب الطالب والطالبة الكلمات لتكوين جملة رابعا أن يستخرج الطالب والطالبة الكلمات الموجودة في النص خامسا أن يحلل الطالب والطالبة الجمل إلى كلمات سادسا أن يقبل الطالب والطالبة الجملة بالكلمة المناسبة أخيرا أن يقرأ الطالب والطالبة نص مكون من ثلاث جمل حلل الجمل التالية إلى كلمات أمامي جملة سأقوم بتحليلها إلى كلمات وسنكتشف كم كلمة في هذه الجملة الكلمة الأولى ما هي؟ ذهبت سأقرأ الجملة كاملة ذهبت مع أبي للسوق فالجملة الأولى ما هي؟ الكلمة الأولى في الجملة ذهبت أحسنتم ذهبت هنا فيه يوجد ماذا؟ حرف جر مع ما الكلمة الثالثة؟ أبي أحسنتم ذهبت مع أبي أخيرا للسوق ممتاز إذن في هذه الجملة أربع كلمات سنتذكر هم مزايا القراءة الجهرية أنه يجب أن تتضح وإظهر لماذا؟ وضوح الصوت يكون الصوت واضحا أيضا أراي عند القراءة علامات الترقيم الموجودة التي تحدثنا عنها سابقا التي هي الفاصلة النقطة علامة التعجب السؤال والاستفهام إذن مراعاة علامات الترقيم كذلك يجب علينا ماذا؟ تكون مخارج الحروف واضحة أخيرا يكون ماذا؟ التعبير عن المعنى بشكل صحيح أن أعبر بشكل صحيح إذا كانت هناك مشاعر سعادة أو كلمات تبهج مشاعر حزن أظهرها عند القراءة الجهرية بما يتناسب مع النص نص الذي أمامنا الآن بعنوان شهر رمضان اقترب شهر الخير وحلت السعادة في المنزل بدأت أمي في الترتيب لاستقبال رمضان ذهبت مع أبي إلى السوق لشراء جميع الطلبات كالتمور والعجين والقمح والعصير عدت وأنا سعيد فزينت المنزل مع أختي هيفاء وقمنا بتجهيز مائدة الطعام مرة أخرى سنقرأ جزء الأول أنا أقرأ أبناء وبناتي قد ددوا معي اقترب شهر الخير وحلت السعادة في المنزل بدأت أمي في الترتيب لاستقبال رمضان ذهبت مع أبي إلى السوق لشراء جميع الطلبات كالتمور والعجين والقمح والعصير عدت وأنا سعيد فزينت المنزل مع أختي هيفاء وقمنا بتجهيز مائدة الطعام أحسنتم أبنائي وبناتي سؤال وجواب ماذا اشترى أحمد مع أبيه من السوق ماذا اشترى أحمد وأبيه من السوق من يتذكر لقد اشتروا ماذا أحسنتم أبنائي وبناتي لقد اشتروا التمر وماذا والعجين والقمح والعصير ممتاز إذن نكمل الفراغ بكلمة مناسبة اقترب شهر ماذا شهر رمضان أحسنتم إذن اقترب شهر رمضان بدأت فراغ في ترتيب المنزل من التي بدأت في ترتيب المنزل؟ من؟ الأم الكلمة الثانية الأخيرة أقبل أقبل أحسنتم إذن هنا شهر رمضان أقبل مريد ترتيب هذه الكلمات لنكون جملة والجملة هنا فعلية يعني تبدأ بفعل أين الفعل؟ نبحث عن الفعل هنا شهر اسم رمضان أيضا اسم أقبل الفعل اللي صار أنه في شيء أقبل ما هو هذا؟ إذن ما الكلمة الأولى؟ في أي بطاقة؟ في البطاقة الخضراء اللي هي كلمات أقبل نضعها في البداية ماذا أقبل؟ ما الكلمة التالية؟ التي أتت نضعها بعد أقبل حتى تكتمل عندي جملة صحيحة هل يصح أن أقول أقبل رمضان؟ من رمضان طيب؟ إذن ماذا نضع؟ أقبل شهر أحسنتم نريد أن نعرف أنه من هذا الذي أقبل هو شهر؟ رمضان وليس شخص إذن أقبل أقبل شهر أقبل شهر رمضان أقبل شهر رمضان أحسنتم أبنائي وأبناتي بعد أن انتهينا من حل هذا النشاط الرجل الآلي هنا يطلب مننا ماذا؟ أن نقوم بترتيب الكلمات التي سيظهرها لنا حتى تصبح جملة أقبل شهر؟ أقبل شهر رمضان شهر أقبل نضع دائما ماذا في البداية؟ أحسنتم أقبل لأنها فعل مثل ما فعلنا سابقا إذن نضع أولا أقبل وبعد ذلك ما الكلمة التالية؟ شهر أحسنتم وأخيرا رمضان ممتاز نقرأ الجملة أقبل قراءة جهرية أقبل شهر رمضان أيضا هنا أظهر لنا رجل الآلي كلمة أخرى وقال رتبوا الكلمات حتى تصبح جملة أظهر لنا كلمات ويطلبونا ترتيبها حتى تصبح جملة نقرأ الكلمات في المنزل السعادة حلت في البداية حتى يسهل ترتيب الجملة أبحث عن الفعل في السعادة في المنزل ليس فعل ليس حدث السعادة أيضا ليس حدث من حدث؟ إن حلت إذن الكلمة الأولى نضعها حلت حلت ماذا؟ من التي حلت؟ من التي هي حلت؟ حلت يعني جاءت أو نزلت من؟ في المنزل ولا السعادة؟ السعادة هي التي حلت وجاءت أين جاءت؟ أخيراً ما الكلمة الأخيرة؟ في المنزل أحسنتم إذن نقول حلت السعادة في المنزل ممتاز أحسنتم إذن حلت السعادة في المنزل ممتاز أبناء يرتبنا الكلمات أو الكلمات هنا وأصبح لدي جملة صحيحة لنرتب هذه الجملة الآن مع أبي نرتب الكلمات حتى تصبح جملة مع أبي ذهبت السوق إلى ما الكلمة الأولى؟ الفعل؟ ما الحدث؟ اللي مغل نعرفه أول شيء ما هو الحدث هنا؟ مع أبي أم ذهبت أم السوق أم إلى ما الفعل الذي حدث؟ ذهبت هو يخبرنا أنه ذهب إذن نقول كلمة الأولى ذهبت من الذي ذهب؟ ذهب مع من؟ أحمد ذهب مع مين؟ إذن ذهبت مع أبي ذهبت مع أبي نقول السوق ولا نقول إلى السوق أحسنتم إذن نضع إلى أولا حرف الجار بعد ذلك السوق تصبح لدي كلمة ذهبت مع أبي إلى السوق هكذا استطعنا ترتيب الكلمات وضعها في جملة وصيغتها في جملة صحيحة أحسنتم أبنائي وبناتي أتودعكم الله وألقاكم على خير معكم معلمتكم منال صالح الغريب ترجمة نانسي قنقر